السلام عليكم أصدقائي محب الأخبار والمعرفات تحية طيبة لكم يوم الاثنين الثالث عشر من شهر يوني الفين واثنين وعشرين يوجد خبر أصدقائي للتدكير حول يوم الخميس لأن أصدقائي يوم الخميس توجد بستة مقاطعات ألمانية إجازة وعطلة رسمية فقط في ستة مقاطعات ألمانية بها ستة عشر مقاطعة لكن ستة مقاطعات سوف تكون فيها إجازة ماذا يعني هذا؟ أن المقاطعات التي سوف أذكر لكم لن يعمل فيها السوبر ماركت سيكون مغلق أيضا الإدارات سوف تغلق أيضا المواصلات داخل المدينة سوف تعمل بنظام أيام الإجازات وأيام العطل وأيضا رود الأطفال سوف يغلق وأيضا بيتخو يونج يمكن أن تغلق إلى آخرة لأنه إجازة رسمية المقاطعات هي بادن ذورتنبرغ بايرن هسن اينغوي نورد غينفستفالن شمال الرينفستفالن غينلاند بفالس زارلاند هذه المقاطعات التي ذكرت لكم وضروري دائما أصدقائي أن تعرفوا ما اسم المقاطعة التي تعيشون فيها سهل جدا مقاطعة باللغة الألمانية اسمها بوندس لاند بوندس لاند يمكن فقط أن تكتبوا اسم مدينتكم على الجوجل وهناك بفيكيبيديا أو بالجوجل سوف يعني بالنتيجة سوف يكون اسم مقاطعتكم وهكذا سوف تعرفون اسم المقاطعة لماذا؟ لأن هذه المقاطعة تحتفل بعيد مسيحي تحتفل به الطائفة الكاتولية الكاتوليكية أصدقائي ويسمى بالألمانية فخون لايشنام بحثت عن الترجمة بالعربية بحث في فيكيبيديا وكانت بعض الأسماء مثل عيد أفخار ستيا أو سير التناول أو القربان المقدس يمكن للأصدقاء المسيحيين الذين عندهم معلومات عن اسم هذا العيد أن يكتبوه أسفل التعليق أصدقائي باقي المقاطعات لا تحتفل رسميا بهذا العيد وليست بها إجازة وعطلة هناك كما تلاحظون يوجد فرق كبير في ألمانيا مقاطعات بها إجازات كثيرة بالسنة ومقاطعات بها إجازات قليلة بالسنة أصدقائي يعني من فوائد العيش جنوب ألمانيا ليس فقط الجو الذي يكون في أغلبه حارا ومشمسا إنما أيضا من فوائد العيش جنوب ألمانيا كطرت الإجازات الرسمية لذلك فكروا جيدا وماليا قبل العيش أو التنقل لمدينة معينة أو لمقاطعة معينة أيضا ننظروا كم إجازة توجد بالسنة إذا رغبتم بالاستفادة بيوم أو يومين إجازة إضافية بالسنة أنصحكم أيضا بجنوب ألمانيا فقط أمزح معكم أصدقائي بطبيعة الحال كي تنتقلوا إلى مدينة يجب أن تتوفر فيها ظروف مناسبة للعيش والعمل وأيضا لكطرة الإجازات أصدقائي فقط نمزح مع بعض أصدقائي إذن فقط هذه المقاطعات هي من سوف تكون فيها إجازة باقي المقاطعات دوام عمل بشكل عادي سكان باقي المقاطعات نحن المقاطعات التي سوف تكون فيها إجازة يوم الخميس سوف نفكر فيكم أصدقائي تحية طيبة شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء